بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله حلقة جديدة نحييكم عن هذه الحلقات علم الموارث والحساب وكان الحديث في الحلقة الماضية بدأنا بحل مسألة ولم نكملها ولعل البعض أو الأخوات والأخوة كذلك بدأ بحلها يريد أن يقارن بين الحل أو توقف عن الحل أو ما استطاع أن يكمل المهم نحن الآن أمام هذه المسألة المسألة طبعاً هو أول مسألة تتعلق بقضية الخنثى ذلك الإنسان الذي ولد بآلتي ذكر أو أنثى ولا يرجى ولا يرجى اتضاح أمره كيف سيكون نصيبة في الميراث الآن نعيد شرح المسألة التي لم نتم إكمالها من جد وجديد بحيث نعرف كيف يعمل العلماء مسألة لذلك الإنسان الذي لا يرجى اتضاح أمره هل هو جنس ذكر أو جنس أنثى تشابهت أو تساوت طيب صاحب هذه الشرائح يضرب مثال قال لو ماتت زوجة أو امرأة بالأحرى تركت زوجاً وأختاً لأب وأم وولد لأبوين هو أخ شقيق أو أخت شقيقة كيف يتم الحل المسألة هذه على طول نضع الورفة بشكل عمودي كما تعودنا أو أفضل البعض يقولها بالأفقي ما في مشكلة ممكن أي طريقة تراها مناسبة لحل المسألة هذا الأمر عندك أما اختيار الشيخ هنا يضاه عمودياً حتى يأخذ الصفحة من اليمين إلى الشمال يقول إذا ماتت عن زوج وأخت لأب وأم وولد لو افترضنا أن هذا الخنثة سيكون ذكراً طيب كامل الزوج النص لعدم وجود الفرع الوارث الأخت لأب محجوبة بالذكر محجوبة بالأخ الشقيق باعتبار الأخ الشقيق يحجب من دونه وهي الأخت لأب إذن هي محجوبة الأم ستأخذ سدس باعتبار وجود أكثر من أخ أخت لأب وأخ شقيق فلها السدس وهذا الخنثة أو هذا الولد سيأخذ الباقي لأنه عصب إذن المسألة من كم؟ المسألة من ستة المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة أخت لأب لا شيء ستس الستة واحد الباقي سهمان يكون من نصيب الأخ الذكر أو الأخ الشقيق هذا طيب نأتي الآن على المسألة نحل مسألة الأخ هذه الخنثة كان أخت شقيقة أخت شقيقة إذن الزوج له النصف ما يتغير الأخت لأب هنا الأخت لأب كما بيّنتوا فيما مضى الأخت الشقيقة هذه الخنثة انفردت لها النصف هذا بضع سأتي نصيبها الآن إذن أخت لأب طالما وجود أخت شقيقة كان فرضها النصف فإن الأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين البنات لهن الثلثان إذن نعطيها السدس الأم السدس ما يتغير الأخت الشقيقة النصف الأخت الشقيقة النصف المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة وستسها واحد لأخت لأب أما الأم ستسها واحد ونصف الستة ثلاثة للأخت الشقيقة إذا جمعناهم يكون المجموع ثمانية إذن هذه مسألة عائلة فنبدل أصل المسألة من ستة إلى ثمانية ثم ننظر نريد أن نستخرج جزء السهم جزء السهم نستخرجه من خلال العلاقة ما بين الأصلين لدينا أصل مسألة الذكر ستة وأصل مسألة الأنثى ثمانية بينما توافق يتفقان بأن يقبل القسمة على اثنين ستة تقسيم اثنين ثلاثة وثمانية تقسيم اثنين أربعة احنا اعتدنا في كل المسائل نضع ناتج قسمة الوفق هذا ستة تقسيم اثنين ثلاثة نضعه فوق الثمانية وناتج قسمة الوفق هذا ثمانية تقسيم اثنين أربعة فوق الستة ولكن نضع استخرجنا جزء السهم جزء السهم الستة ثلاثة والثمانية أربعة لكن الشيخ هنا ماذا قال انظروا يقول هنا طبعا هذا توافق بينهما توافق يقول هنا الشيخ نضرب جزء السهم في أثنين هذه المسائل المسائل الذي يحلها الآن بخبرة المحاسبين وكذا يعلمون بأن الجامعة إذا اكتفينا ووقفنا نجزء السهم سنستخرجه ثلاثة وأربعة سيحدث لدينا انكسار في الجامعة فقال اقترح العلماء واقترح الشيخ أن نضرب جزء السهم بأثنين لكي نتجنب الكسر فإذا قلنا أن جزء السهم لستة سيكون ثلاثة جزء السهم ثلاثة نضعه في الفوق الثمانية مضروب بأثنين نضربه بأثنين وجزء السهم الثمانية أربعة مضروب بأثنين طبعا اثنين ضرب ثلاثة ستة واثنين ضرب أربعة ثمانية إذن الآن ظهر لنا جزء السهم ثمانية وستة الخطوة التي بعدها ماذا نفعل؟ نريد أن نستخرج الجامعة اتفقنا وتعودنا وتعلمنا بأن الجامعة يتم استخراجها بضرب جزء السهم في أصل المسألة فتخرجنا الجامعة بالنسبة للذكر ونفس الشيء تخرجنا الجامعة بالنسبة للأنثة ثمانية وهذه جزء السهم الجديد بعدما ضربناه بأثنين ثمانية ضرب ستة يعطينا ثمانية وأربعين إذن جزء السهم بالنسبة للذكر ثمانية وأربعين كما ضربنا جزء السهم بأصل المسألة نعيد ونضرب جزء السهم كما تعودنا في سهام كل وارث ثمانية ضرب ثلاثة أربعة وعشرين ثمانية ضرب صفر صفر ثمانية ضرب واحد واحد ثمانية ضرب اثنين ستعش هذه سهام الورثة في حالة ما إذا كان الخنثة ذكر طيب لو كان أنثى كذلك نقول جزء السهم الآن نقول أنثى جزء السهم ستة ضرب ثمانية ثمانية واربعين نفس النتيجة في النهاية الجامعة هي نفسها فجامعة الأخت الشقيقة نفسها جامعة الأخ الشقيق فثمانية واربعين إذن نكرر ونعيد ونضرب الستة جزء السهم المتعلق في مسألة الأنثى في سهام ورثة الأنثى أو ورثة مسألة فيها أنثى ستة ضرب ثلاثة هذه ثمانتعش ستة ضرب واحد ستة ستة ضرب واحد ستة ستة ضرب ثلاثة ثمانتعش انتهينا الجواب لا ماذا نفعل هنا يفترق هذا الحل عما السابق وهو حل مسألة الخنثة الذي يرجى اتضاح أمره نأخذ أقل السهام الآن لا الآن لا لأن أقل السهام ونحبس الفرق حتى يتبين جنسه فنعطي عاد هنا حسب ما يظهر لنا لكن هنا لا لن يتبين جنس لا يرجى اتضاح أمره ماذا نفعل بعد ما نضع الجامعة وهي الثمانية والأربعين ننظر نجمع نجمع كل وارث سهام كل وارث نجمع سهام كل وارث ونقسمها على اثنين ونقسمها على اثنين طيب الزوج لديه 24 و 18 و 18 24 زائد 8 18 هنا طبعا مألومة يقول هنا المستحق جمع النصيبين في المسألتين ثم نقسم على اثنين المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي بعدد المسائل عندنا مسألتين إذن نقسم على اثنين لو كان عندنا ثلاث مسائل نقسم على ثلاثة يخرج لنا المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي قاعدة عامة أنك تجمع الحالات أو الأرقام أيًا كانت المسألة أمامك وتقسم على عددها وتقسم على عددها يخرجك المتوسط الحسابي هذا هو لمن هذا طبعا هذا الكلام لمن يعني لم يكون عند ممارسة في الحساب طيب 24 زاد 18 أو 18 ونقسم على اثنين 24 زاد 18 42 تقسيم 2 21 إذن يكون عدد سهام الزوج 21 هو المتوسط الحسابي كذلك الأخت لأب صفر زاد 6 طبعا الجامعة 48 21 عدد سهام الزوج أخت لأب سهامها بالنسبة لحالة الذكر صفر وبالنسبة لحالة الأنثى 6 أصبح النتيجة 6 تقسيم 2 ثلاثة فعدد سهامها 3 كذلك الأم 8 زاد 6 يعطينا 14 تقسيم 2 7 عدد سهامها 7 وكذلك 16 زاد 18 يقول هنا 34 تقسيم 2 17 لها 17 سهما هذا نصيب الخنثة 17 سهم وهو نصف عدد سهام حالة إن كان ذكرا ونصف عدد سهام إن كان حالة أنثى فاله 17 إذن إذن هذه هي المسألة أمامكم طيب يأتي الآن ويضر مثالا آخر زوج أخت شقيقة ولد لأب يعني أخ لأب أو أخت لأب لا يرجى اتضاح أمره طيب نفس الشيء لو تفترضنا أخ لأب كم للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث كم الأخت الشقيقة عندنا أخ لأب وعندنا الأخت الشقيقة لها النصف لأن الأخ لأب لن يؤثر على الأخت الشقيقة فرضها نصف نعطيها نصف الأخ لأب الباقي ولا باقي وله الباقي طبعا عصبة نص نص واحد صحيح لا باقي إذن كم المسألة من أثنين سهم واحد للزوج سهم لا واحد أخت الشقيقة وصفر للأخ لأب لو كانت أخت لأب أنثى نعيد الكرة كم للزوج نص كم الأخت الشقيقة النص الأخت لأب السدس تكمل ثلاثين السدس تكمل ثلاثين مع الأخت الشقيقة المسألة من ستة نصف الستة ثلاثة ونصف الستة ثلاثة وسدسها واحد عالت المسألة سبعة عالت المسألة إلى سبعة فهذه عائلة طيب ننظر العلاقة بين اثنين وسبعة تباين عادة نضع طبعا هذه العلاقة قال هنا تباين عند التباين نأخذ أصل مسألة الذكر ونضع فوق أصل مسألة الأنثى والعكس بالعكس مسألة الأنثى لكن هنا يقول نضرب أثنين نفس الشيء لأن خوفا من الانكسار في الجامعة خوفا من الانكسار فنضرب أثنين أصل المسألة فوق سبعة ثانين في أثنين أربعة جزء السهم إذن هذا جزء السهم أثنين ضرب أثنين أربعة وسبعة ضرب أثنين أربعة أربعة عشر جزء السهم أربعة عشر وأربعة ماذا نفعل حتى نستخرج الجامعة هذه سطر الجامعة نضرب الـ 14 هذه جزء السهم في أصل مسألة الذكر فيصير هذا الذكر فيصير 28 نكرر 14 ضرب 1 14 ضرب 1 14 ضرب 0 ننتقل إلى مسألة الأنثى لدينا 4 جزء السهم نضربها في 7 نفسي شيء 28 هذا الأنثى فلدينا 28 4 ضرب 3 12 4 ضرب 3 12 4 ضرب 1 4 إذن الآن ماذا نفعل نجمع طبعا داخل الجامعة هذه الجامعة طبعا ما هذه هنا يقول المستحق ما هو جمع النصيبين في المسألتين ثم نقسم على الأثنين نجمع 14 و 12 و 14 و 12 و 0 و 4 و نقسم كل واحد على 2 إذن الجامعة 28 عدد سهام طبعا الجامعة 28 مرة ثانية عدد سهام 14 زائد 12 26 تقسيم 2 13 إذن نصيب الزوج 13 الجامعة 28 نصيبه 13 نفس الشيء نفس العدد بالنسبة للأخت الشقيقة لأن كلهم كلاهم نص و نص كذلك 13 الأخ لأب صفر و 4 4 نقص تقسيم 2 2 إذن صفر زائد 4 4 نقص تقسيم 2 2 عدد سهامه 2 13 و 13 و 28 تمت المسألة تمت هذه المسألة مسألة أخرى قال زوجة ترك زوجة وأما و عما و ولد أب ولد أب يعني أخ لأب طيب أو أخت لأب الزوجة كم لها الزوجة لها الربع لعدم وجود الورث فرع الورث الأم الأم أمامنا فقط أخ واحد إذن لها الثلث على طول عم الشقيق العم هذا إن كان ذكرا وهو الأخ اللي هو الهنثة سيحجب العم إذن العم محجوب بينما الباقي الأخ الربع والثلث إذن أصل مسألة من 12 ربع الاثنعش ثلاثة ثلثها أربعة المجموع سبعة المتبقي خمسة لا شيء للعم وخمسة للأخ لو قلناها هذه أخت أصبحت أنثة كذلك كم للزوج الزوج ربع والأم ثلث والعم الشقيق العصبة أصبح هو عصبة لماذا؟ لأن الأخت لها النص لها النص لعدم وجود المعصب ولا الحاجب ولا المشارك المسألة من لدينا ربع وثلث ونص من 12 على طول 12 تقسيم 4 ثلاثة 12 تقسيم ثلاثة أربعة ستة ستة بالنص لو جمعنا ستة و سبعة عائلة لا شيء للعمل الصفر لأن عالت من 12 إلى 13 العلاقة العلاقة بينهما تباين 12 فوق 13 و 13 فوق 12 نشوف تباين جزء السهم 12 ضرب 2 دائماً في هذا المسأل أضرب 2 تضعف الرقم لتسلم من الانكسار فعندنا 12 ضرب 2 24 و 13 ضرب 2 هيعطينا 26 جزء السهم أو الآن الجامعة 26 ضرب 12 فيعطينا للذكر جامعته 312 نفس الشيء حق الأنثى 26 ضرب 3 78 26 ضرب 4 104 6 ضرب 0 0 6 ضرب 5 130 ننتقل إلى إلى الأنثى نفس الشيء 24 هذه نضربه في 3 وفي 4 ولا شيء وفي 6 ثم نجمع ثم نجمع الآن الجامعة كم 312 فالجامعة 312 إذن نجمع 78 زائد 72 تقسيم 2 النتيجة 75 إذن له 75 سهم لها 75 سهم الزوجة كذلك الأم نجمع 104 زائد 96 نقسم 2 200 تقسيم 200 إذن لها فقط 100 سهم كذلك العم لا شيء العم صفر لأنه في كل الحالتين لا شيء لا شيء له في الحالة الأولى محجوب والثانية لأنها عائلة ما خرج له بشيء انظر يا أخواني يا أخواتي لازم نذكر الورث المحتملين العم لا نأتي من البداية نقول ليس العم شيء ضعه ضعه أمامك حتى لعل تتغير المعطيات ولعل ولعل ضعه أمامك فلنما ضعناه علما أنه لا شيء له ممكن من بداية العمل نقول لا شيء له قلنا نتروى ولا نستعجل في الحل ونبعد ناس لهم إرث لا ضعه ثم بعد ذلك انظر إلى المعطيات إذن نقول ليس له شيء أما الولد الخنثة هذا تردد نصيبه بين 130 و 144 جمعناه قسم العثنين له 137 سهم وبهذا نكون قد انتهينا في حل مثل هذا المسأل لنا مسألة الرابعة إن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع معكم المسألة الرابعة هذه حتى يعني تتأكد عندنا الأمور ونعرف كيف نحل المسائل جزى الله خيرا من عدى هذه الشراع وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وتابعتكم لنا لقاءنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نتابع علم المواريث والحساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر